في إطار الاهتمام الذي يولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بالتواصل مع كافة أبناء البحرين استقبل سمو حفظه الله في مجلسه الإسبوعي بقصر الرفاع مساء اليوم أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديات وعددا من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعددا من أفراد المجتمع ورحب سمو حفظه الله برواد مجلسه الإسبوعي الذي يجسد صورا من صور التواصل الذي يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى تكريسا لنهج المجتمع وسنة الأباء والأجداد وترجمة للروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهوية الجامعة وأثنى الحضور على حرص سموه بالالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم وما يشكله المجلس من منصة جامعة لكافة أبناء المجتمع في صورة تجسد هوية البحرينيين التي جبلت على المحبة والخير منوهين بجهود القيادة الحكيمة في تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم وتأمين الحياة الكريمة للمواطن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة